في أسماء مهاجمين مرشحين ولا ما فيش حاجة معلنة أو مش حاجينة طيب حاولت حاولنا يعني النهاردة لكن في تكاتم شديد داخل النادي الأهلي لكن سألت سؤال في اسم مطروح لعيبة لاتين لعيبة برازيليين وفي مهاجمين أفرقى مطروحين كيفية برازيليين المهاجم البرازيلي كان مطروح مهاجم قوي جدا 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 لكن الراتب اللي طلبه رقم كبير جدا ماركاو فينيسيوس جونيور ماركاو العيب بيلعب فيه الدوري الصيني معدلات مرعبة كريم يعني لما تلاقي العيب بقاله 3-4 سنين معدله التهديفي في دوري كله محترفين عشان ما تقللش من دوري الصيني يعني كان في الدوري الكوري وبعدين في الدوري الصيني دوريها قوية وفيها كلها محترفين معدلاته التهديفي معدلها جول يا كريم معدلها جول في المباراة لكن لما يعني من بعيد كده الرجل طلب 2 و 2 من 10 مليون دولار راتب ورافض تماما أنه هو يقال للراتب ولسه تعاقده عشان برضه أثيرة معلومة أنه تعاقده هينتهي قريبا تعاقده لسه هينتهي 31-12-20-23 الجملة اللي خدتها النهاردة أنه المهاجم هو مهاجم أفريقي يلعب في أحد دوريات الأوروبية وإحنا كده تقالي كده إحنا قربنا خلاص بنخلص معاه على نهاية الأسبوع وارد يكون اللعب في القهر وارد على عهدتهم